بسم الله الرحمن الرحيم أتابع الحديث عن صلاة أهل الأعذار صلاة المسافر بسبب وجود السفر المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية بسبب هذا السفر والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ودليل قصر المسافر للصلاة الرباعية في حال وجود السبب أو العذر وهو السفر دليل ذلك الكتاب والسنة وأجماع الأمة فالقرآن الكريم دل على أن للمسافر القصر في الصلاة من الرباعية إلى أن يصليها ركعتين لقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط بل معناه انتفاء المانع أي ليس بمانع أن تقصروا من الصلاة إذا كنتم في السفر ومن السنة على جواز القصر للمسافر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين وأيضا ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين وإجماع المسلمين فالمسلمون مجمعون على أن للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان في السفر وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة شروط القصر في الصلاة إذا كان مسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان مسافر الشرط الأول أن يكون السفر مباحا خرج به السفر لفعل المعصي وقال بعض العلماء لا قصر إلا في سفر طاعة يعني لا قصر في السفر المباح وإنما القصر في سفر الطاعة كأن يذهب للحج يسافر للحج أو للعمرة أو لصلة الرحم فإنه حينئذ يكون في فعل طاعة وعليه فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة في هذا السفر الذي يذهب به أو يذهب فيه لفعل طاعة وأما إذا كان السفر مباحا كأن يسافر للتجارة أو يسافر للتنزه قالوا فلا قصر فيه هذا يعني خلافا للنصوص التي جاءت بأن العلة في القصر وجود السفر فمتى ما وجد السفر وجد القصر ولذلك قال بعض العلماء أن المسافر أن يقصر حتى في السفر المحرم أنه يقصر في السفر عموما لأن الأدلة جاءت ببيان أن الإنسان المسافر إذا كان سفره طويلا أن يقصر الصلاة ولم يحددها للسفر مباح أو سفر معصي الشرط الثاني من شروط قصر الصلاة في السفر أن تكون المسافة أربعة برود يعني البرود ستة عشر فرسخا لأن البرود الواحد سوي أربعة فرسخ وقيل بالأميال ثمانية واربعين ميلا والمعروف الميل أنه كيلو وستمائة متر فيكون على هذا الحساب أنه إذا قارب الخمسة وثمانين كيلو متر فيكون هذه المسافة هي مسافة يقصر عندها الإنسان لأن هذه المسافة تعتبر سفر وقال ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة يعني بالكيلو أو بالبرود أو بالأميال قال لا حد للسفر بالمسافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير الثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين يعني صلى الصلاة صلاة قصر قال ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فراسخا يسير جدا فدل على أنه ليس المراد بالسفر أن يحد بحد بالمسافة وإنما هو بالمسير والمسألة لا تخل من أربع حالات كما ذكر رحمه الله فقال مدة طويلة في مسافة طويلة فهذا سفر لا إشكال فيه كما لو ذهب بالطائرة من القصيم إلى مكة وبقي فيها عشر أيام فهذا مدة طويلة ومسافة طويلة وقال الأمر الثاني مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر كما لو خرج مثلا من عنيزة إلى بريدة في يومه في ضحى يومه ورجع أو إلى الرس أو إلى بعد ذلك لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة الأمر الثالث مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين أو ثلاثة فهذا قال هذا سفر كما لو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو مشبه ذلك فهو مسافر لأنه لا يرى ابن عثمين رحمه الله أن المسافة شرط في السفر الأمر الرابع قال مدة قصيرة في مسافة طويلة كمن ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفرا لأن الناس يتهيأون له ويرون أنهم في هذا مسافرون الشرط الثالث لقصر الصلاة في السفر أن يفارق قرية أو مدينة والمراد أن يشرع في السفر فلا يجوز أن يقصر مدام في القرية ولو كان عزمي على السفر فلابد من أن يفارق قريته أو مدينته فإذا خرج فإنه حينئذ يكون مسافرا ويدل على أنه لا بد من أن يفارق قريته وأن يشرع في السفر استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل وإذا وصل إلى المطار فيعتبر أنه قد خرج من قريته أو من مدينته فله أن يقصر الصلاة في المطار هذا والله أعلم وأحكم